بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرق نفسك إن حاجة النفوس إلى معرفة ربها ومحبته سبحانه وبحمده أحوج بكثير من حاجة النفوس إلى الطعام والشراب والنفس إن سعادة المرء لا تتم له في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله عز وجل ومحبته سبحانه وبحمده روى البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وبحمده إذا أحب عبدا ناد جبريل أن الله يحب فلان فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل أهل السماء إن الله يحب فلان فيحبه أهل السماء ثم ينادي جبريل أهل الأرض إن الله سبحانه وبحمده يحب فلان فيحبه أهل الأرض فيكتب له القبول في الأرض أسأل الله تعالى بأسمه الحسنى وصفاته العلا وإسمه الأعظم أن أجعلنا وإياكم أهلا لمحبته سبحانه وبحمده أسأل الله تعالى سبحانه وبحمده أن يجعلنا وإياكم أهلا لرحمته أسأل الله تعالى سبحانه وبحمده في بداية هذه الحلقة به نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل سبحانه وبحمده حلقة جديدة من برنامج إرق نفسك والبداية كما ذكرت محبة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل هنا سؤال لماذا هذه البداية في برنامج إرق نفسك والبرنامج أصلا يتكلم عن العين والحسدي والمس والسحر بداية نقول إن أي ابتلاء كان مرضا أو سحرا أو مسا أو كربا أو دينا أي قرب لابد فيه من أن ألقأ إلى الله عز وجل سبحانه وبحمده أي مكروب لابد أن يلقأ إلى الله عز وجل أي مهموم لابد أن يلقأ إلى الله عز وجل أي مبتلى بالسحر والمرض لابد أن يلقأ إلى الله عز وجل سبحانه وبحمده قالت عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة الله أكبر أين أصحاب المحارب سبحان الله العظيم لابد أن نلجأ إلى الله عز وجل في كافة أمور حياتنا يظن كثير من الناس أن إصابته بالسحر والمس والحسد لا أمل في شفائه لا أمل شفائه من السحر مر على كثير من الأطباء على كثير من الرقاع على كثير من المعالجين ومن كثرة مروره على الناس كل منهم يلي بدلوة ويفتي برأيه وأصبح في حيرة من أمره كيف السبيل إلى فك السحر كيف السبيل إلى فك القرب كيف السبيل إلى زوال الهم السبيل الوحيد هو أن ألجأ إلى الله عز وجل سبحانه وبحمده لما اليأس لما اليأس ولنا رب كريم سبحانه وبحمده لما اليأس ولنا رب الرحمن الرحيم سبحانه وبحمده لما اليأس لما القنوط كثرت الابتلاءات وكثرة الأمراض نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافي كل مبتلم مسلم ويفرج قروبنا وقرب المسلمين أجمعين إنه على كل شيء قدير وإنه بكل جميل كفيل سبحانه وبحمده رسالة إلى كل مهموم أبشر أخي من يبتلي بالسحر من يبتلي بالحسد من يبتلي بالمرض أيا كان كربك أبشر أخي الحبيب أبشري أختي الكريمة قال صلى الله عليه وسلم في أمور الإبتلاءات حديث طويل جميل وأحديث كثيرة سبحان الله قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء قال صلى الله عليه وسلم لا يذل البلاء مع العبد حتى يتركه على الأرض بدون خطيئة قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا كتب للعبد عنده منزلة أي في الجنة لم يبلغها بعمله أعماله لا توصل إلى هذه المنزلة كيف السبيل كيف يرحم الله عز وجل كيف يصل به الله عز وجل إلى هذه المنزلة قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا كتب للعبد عنده منزلة أي في الجنة لم يبلغها بعمله ماذا فعل به الله عز وجل كي يبلغ هذه المنزلة ابتلاه الله عز وجل في ماله وأهله وولده حتى يبلغ هذه المنزلة سبحان الله هذه قاعدة ما ابتلك إلا يقربك أبشر أخي المبتلى أبشر أخي من ابتلي بالسحر من ابتلي بالمس من ابتلي بالمرض من ابتلي بالدين من ابتلي بالهم من ابتلي بالكرب كلنا نشتكي من منا لم يشتكي من منا لم يصيبه الهم والكرب وقد ضاق صدر من شرح الله صدره صلى الله عليه وسلم كل مننا صاحب هم كل مننا مبتلى فلا بد أن نلجأ إلى الله عز وجل بصدق أن نوحد الله سبحانه وبحمده السبيل هو التقرب إلى الله عز وجل بما؟ بتوحيده سبحانه وبحمده بالإقرار بعبوذيته سبحانه وبحمده الله سبحانه وبحمده قادر أن يبطل سحرك قادر أن يذيل همك وكربك سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده الذي أخرج إبراهيم من النار سبحانه وبحمده قادر أن يبطل سحرك قادر أن يفرق قربك قادر سبحانه وبحمده أن يعافيك ويشفيك من أي مرض من أي سقم من أي هم سبحانه وبحمده إنه على كل شيء قدير الله عز وجل سبحانه وبحمده الذي نجى إسماعيل من الذبح قادر سبحانه وبحمده أن يفرج كربك أن يعفو عنك أن يغفر ذنبك أن تبرأ من كل المعاصي والذنوب والأمراض والأسقام سبحانه وبحمده إنه على كل شيء قدير الله سبحانه وبحمده أخرج يونس من بطن الحوت سبحانه وبحمده على نبينا وعليه الصلاة والسلام قادر أن يبطل سحرك بما خرج بما قال بما ناجى ربه سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين توحيد الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه مع الإقرار بالذنب ماذا قال سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار وقال له سيدنا أبو بكر عليه رضوان الله وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين عندما قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله سالسهما سبحانه وبحمده إنه على كل شيء قدير وبكل جميل كفير سبحانه وبحمده من الذي نجى موسى من فرعون وبطشه والغرق قال قوم موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين إنه على كل شيء قدير أصبر أخي الحبيب وأبشر أبشر أصبر على الابتلاء ونسأل الله لنا ولك الأجر والعافية بإذن الله عز وجل لا قنوت ولا يأس لنا رب كريم سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده قيل لأحد السلف عندما كانوا يتذكرون الموت أن يوم القيامة يوم عصيب يوم شديد قال هذا الرجل لو إني خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني أبي وأمي أو أن يحاسبني ربي لاخترت ربي سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده اختار ربه لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل أرحم به من أمه التي ولدته هذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي فقدت ابنها في السبي وكانت كلما رأت طفلا صغيرا تحتضنه فلما رأت ابنها احتضنت حظنا شديدا فلما رأت الصحابة هذا المنظر قال صلى الله عليه وسلم للصحابة عليهم ردوان الله أتضرون هذه المرأة طارح ابنها في النار قالوا لا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا الله سبحانه وبحمده عز وجل أرحم بهذا الطفل من أمه إذن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا بل أرحم بنا من نفوسنا سبحانه وبحمده الذي أجرى كل هذه المعجزات سبحانه وبحمده قادر ما تم السحر إلا بعلمه ولا يبطل إلا بإذنه وحده سبحانه وبحمده أبشر أخي أبشر أخيه بالله أبشر حبيبي إن الله رحمن الرحيم إن الله رحمن الرحيم ودود ودود غفور ودود سبحانه وبحمده أحسن الظن بربك قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله أبشر أبشر إن الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وبحمده يقول أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني عليك بالدعاء عليك بالدعاء عليك بالدعاء قالت عائشة والحديث عند مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر ماذا فعل؟ ماذا قال؟ أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة دعا ثم دعا ثم دعا سبحان الله بدأ بالدعاء الدعاء سلاح الدعاء سلاح الدعاء سلاح أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء صلى الله عليه وسلم متى أدعو الدعاء عند النداء أي عند الأذان أو بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب أين أنت من الدعاء بين الأذان والإقامة أين أنت من الدعاء في السجود أين أنت من الدعاء في الثلث الأخير من الليل أين أنت من الدعاء وقت الصيام أين أنت من الدعاء وقت الصفر أين أنت من الدعاء في سجودك في الثلث الأخير في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة يقول بعض السلف أن الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنها هي الساعة التي واستجاب فيها الدعاء ما دعوت ربي بدعوة بعد العصر يوم الجمعة إلا استجاب لربي حتى استحيت أبشر أخي الحبيب أبشر أخي الحبيب عليك بالدعاء وهذا ما بأ به النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليك به إلذم الدعاء إلذم الدعاء وأبشر بخير أبشر بخير أبشر بخير الله عز وجل هو الذي لا يأت الخير إلا منه سبحانه وبحمده سبحانه وبحمده كان يبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول المطر يكشف جسده الشريف صلى الله عليه وسلم إلى المطر ويقول هذا حديث عهد بربه هذا حديث عهد بربه الدعاء وقت نزول المطر مستجاب أخي الحبيب عليك بالدعاء أحسن الظن بالله عز وجل أحسن الظن بالله عز وجل تفائلوا بالخير تجدوه لما اليأس لما القنوط لما الذهاب إلى الصحرة والدجالين لما لما ولك رب كريم لما ولك كتاب عظيم لما ولك نبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء أفضل من وطأ الأرض بقدمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما الأمر بسيط الأمر سهل ميسور بفضل الله عز وجل إلجأ بصدق إلجأ بصدق تذكر الزبير عليه رضوان الله عند موته قال لابنه عبد الله يا عبد الله إن عجست عن قضاء ديني فقل يا مولى الزبير اقضي عن الزبير فقال عبد الله ومن مولى الزبير قال الله فيقول عبد الله ما عجست عن سداد دين الزبير عليه رضوان الله إلا وقلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير فيقضى الدين بإذن الله عز وجل أبشر أخي أبشر أخي الحبيب لا يأس ولا قنوت لا يأس ولا قنوت لا يأس ولا قنوت أبشر حبيبي كثيرا من الناس يعاني من سنوات من السحر والمس والمرض والابتلاءات والله إن لجأت إلى الله بصدق سينصروا سيعافيك اتفضل فين اتفضل يا سيدة أسماع سمحت يا سيدنا الشيخ أنا نفسيتي تاعبانا خالص ومش عارف أعمل إيه نفسيتي تعبانا وبفكر سحرك يتخلش خالص بس بطريب بص حصل الفجر وبأي طب حصل الفجر بس نفسيتي تاعبانا خالص ومتدمره نعرف أعمل إيه أ Cordur إيه السبب في تاعب نفسيتك إلا تاعب نفسيتك أنا يعني زي ما كنت عملت حاجة في نفسي يعني خلت نفسيتي تعبينة يعني حاسة شكل وحي شو كده نعم فده يعني نفسيتي تعبينة متدمرة خالص يعني بس الله يعافينا ويعافيك ويعافيك كل مسلم مش عارفة عمي ليه في النفس الشيء حاجة تانية يا أخت لا والله بس عايزة حضرتك ترد علي بس وتقول حاضر حاضر الأخت أسماء بتقول نفسيتها تعبانة طيب التعب النفسي من أين يأتي من يأتي الهم والحزن من أين يأتي قد يكون الأخت أسماء عندها مشكلة معينة أو عندها كرب معين كما نقول اللجأت أسماء إلى الله بصدق إن حافظت على الأذكار على ورد القرآن تأملت في الآيات حتى ولو آية ولو آية واحدة عيشة كانت تقوم الليلة بآية عليها رضوان الله آية واحدة مرض عمر عندما سمع آية عليه رضوان الله إن عذاب ربك لا واقع الأمراض والأسقام والتعب النفسي والإرهاق كثرة الشكوى من هذه الابتلاءات أين نحن من الدعاء أين نحن من الاستغفار وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفر يرسل السماء عليكم مضرارا أين نحن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابي إذن يغفر زنبك وتكفى همك تكفى همك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بالحوقلة أن تلقى إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إن استعنتي بالله عز وجل حفظتي على الصلاوات في وقتها على الأذكار على السنن على ورد القرآن على الاستغفار إن شاء الله عز وجل يفرق قربك أصلا يفرق قربنا وقربك وقرب المسلمين أجمعي تفضلي حضرتك السلام عليكم السلام عليكم قم مناصر السلام عليكم قال صلى الله عليه وسلم في آخر آياتين من سورة البقرة آمن الرسول قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آياتين من سورة البقرة كفتاة أين نحن من آمن الرسول تأخذ وقتها الدية آمن الرسول الدية آمن الرسول كفتاة قيل كفتاة عن قيام الليل وكفتاة من الهم والغم أين نحن من آية الكرسي والحديث عند البخاري والأحديث في الكرسي كثيرة هي أعظم آيات القرآن قال نبي صلى الله عليه وسلم لا يذل عليك من الله حافظ وعندما قالها الشيطان لسيدنا أبو هريرة أقره نبي صلى الله عليه وسلم وقال صدقك وهو كذوب لا يذل عليك من الله حافظ لمه لأن آية الكرسي تحو الأسماء والصفات السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا مسيح؟ قل الله يبارك في حضرتك بقول لحضرتك هو أنا عايزة عايزة دعاية لتزديد الدين نعم يا فندي أنا عايزة دعاية أقول لتزديد الدين تزديد الدين أو وعايزة أسأل حضرتك على حاجة تفضلي يا فندي هو فضل سورة البقرة يعني سورة البقرة سورة ياسين نعم سنة أننا نقرأها على المية حاجة يعني؟ البقرة وياسين أو حاضر سؤال تاني لا عارف شكر شكر الله حضرتك فضل سورة البقرة عظيم والأحديث فيها كثير جدا قال صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم سورة البقرة أخذها بركة بركة نكرة بركة في كل شيء في الرزق في الوقت في الصحة في العفية سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة كل من واضب على سورة البقرة حفظاه الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وفي رواية ثلاثة أيام المحافظة على سورة البقرة لفضل الله عجل لها فضل عظيم ما واضب عليها أحد إلا وكفي همه بإذن الله عز وجل سورة البقرة بعض أهل علم قال أن بها خمسة وعشرين ألف حرف باثنين ونصف مليون حسنة اثنين ونصف مليون حسنة اثنين ونصف مليون حسنة سبحان الله العظيم كم نضيع من الأوقات اثنين ونصف مليون حسنة في قراءة سورة البقرة وكان نبي صلى الله عليه وسلم يولي على الصحابة أحفظهم للبقرة وأن كان أصغرهم سنا البقرة فضلها عظيم من حفظ عليها بارك الله له في كل شيء قال صلى الله عليه وسلم أخذها باركة باركة نكر للتعظيم باركة في كل شيء أما صورة ياسين لا أعلم حديثا صحيح عن صورة ياسين لا أعلم حديثا صحيح عن صورة ياسين أما دعاء قضاء الدين الدعاء مفتوح ادعي بما شئتي بعض الناس يظن أن الدعاء لناس معينة يتصل على الشيخ مثلا يقول له ادعي لي هذا أمر محمود لكن أنت ادعو الله عز وجل أنت أعلم بحالك أنت أعلم بأمرك تقرب إلى الله عز وجل الدعاء لا يترك أبدا أبدا لا يترك الدعاء أبدا لا في ليل ولا في نهار لا تفتر عن الدعاء في هذا الزمن زمن الفتن لا تفتر عن الدعاء عبد الله بن المبارك عليه رحمات الله هذا الرجل العالم المبارك يقول كما ذكر أهل السير يقول كنا في الحرم ولم ينزل المطر منذ فترة والعلماء يدعون ومن يسكنون الحرم ومن يجلسون في الحرم يدعون لكي يسكت المطر فلم يسقط المطر فإذا برجل فقير يقول أهل السير رجل أسود عليه حلتين باليتين هدوم ممذقة مقطعة لا يعرفه أحد ولم يستقبله أحد ليس من الوجهاء ولا من العلماء ولا من الفقهاء قام له الناس وأجلسوه وقابلوه لا أحد استقبله يقول عبد الله المبارك هذا الرجل المبارك عليه رحمة الله دخل هذا الرجل للحرم وكبر وصلى سمعته في سجوده يقول اللهم إني أقسم عليك أن تنزل المطر فيقول عبد الله المبارك نزل المطر من السماء كالقرب بدعوة هذا الرجل نزل المطر من السماء كالقرب فانتهى الرجل من صلاته فتبعه عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله فإذا بهذا الرجل يدخل بيتاً كله عبيد فلما سأل عليه خرج له سيد هذا البيت صاحب هذا البيت سيد هذا العبيد فسأله عن هذا الرجل قال له ليس لي حاجة فيه خذه بغير مال خذه بغير مال إنه لا يفعل إلا الصيام والقيام إنه لا يفعل إلا الصيام والقيام خذه بغير مال سبحان الله لا يفعل إلا الصيام والقيام لا يفعل إلا الصيام والقيام نعتذر حالكم فاصل قصير ونعود لكم إن شاء الله نكمل قصة هذا العبد الفقير قال سيد العبيد ليس لي حاجة فيه خذه بغير مال إنه لا يفعل إلا الصيام والقيام سريعاً أخذه عبد الله بن البرق ومضى به فقال له سيدي لم اشتريتني قال أنت ألست أنت الذي فعلت كذا وكذا سجدت ثم دعوت فسقط المطر من السمائق القرب قال دعني أصد ركعتين فتوجه إلى الله عز وجل توجه إلى القبلة وكبر وصلى فسمعوه عبد الله المبارك يقول اللهم إن هذا الرجل قد فضح السر الذي بيني وبينك اللهم اقبضني إليك ومات ساجداً الدعاء الدعاء هو العبادة أخي في الله لا تفتر عن الدعاء استعن بالله عز وجل بالدعاء بالاستغفار بالصدقات بقيام الليل وأبشر أيًا كان ابتلاؤك أيًا كان ابتلاؤك في آخر هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأن يدخلنا وإياكم برحمته في عباده الصالحين أسأل الله عز وجل أن يذع الهاجة العمل مباركاً ولوجهي خالصاً ولعباده نافعاً وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين شكراً